أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا مشاهدين طبعا الحارقة اليوم مميزة ومختلفة مع برضو طيف مميز معين بستكي يا مرحبا سهلا معين أنا شخصيا أعرفك من سنين كيف بس القافية هذه حلوة طيب تمام معين معروف انك انت لاعب خفة والبعض يقول انك ساحر لانك بتجننهم فلو تعرفني على نفسك اكثر عشان نتكلم عن اشياء رح تسوي لي ياهدي صحيح اولا يا مرحبا وسهلا بكم المتابعين والمشاهدين والاستاذة يسعدني ويشرفني ان اكون اتواجد معاكم اليوم وان شاء الله نكون ضيوب خفيفين عليكم نسوي لكم الشاحل وتستنسون معانا فيها معين البستكي متخصص ألعاب خفة تخصصي انه اجيب عالم الايهام والعالم الخفيل مخيف للعالم العربي كان يوم بدينا من زمان قبر ما اعرفك بسنين فكانت تشالنج لي انا كانت تعد لي ان انا ايه واسوي شيء مو مألوف في العالم العربي وفي البداية على موضوع انه البعض يقول انك ساحر كانت جدا متداولة صحيح وكانت الكل من اول طلع لي للبرنامج التلفزيوني مع استاذي عبدالله بالخير كانت تقريبا اول طلع لي معه الكل بدأت تكلم وبدأت تكلم بطريقة ممكن نقول فيها سلبية ولكن انا اشوفها ايجابية كون ان انت لو انك قاعد تقنع الناس انك قاعد اللي تسويه كأنه سحر حقيقي فانت قاعد تأدي لعبة الخفة عندك طريقة جدا مميزة فالهجون كان جدا كبير من كل النواحي العاب الخفة انا بديتها ومعمري ست سنوات ست سنوات في البيت قاعد ناداني جدي تعالي يا معين تعالي يا معين رح لقدت ها جدي شو اخذ لي درهم واخذ الدرهم وحطاه ثمة وعظ عليه طلعه ولهي مقصوصة نص اوكي اوكي يمكن اسنانه قوية يمكن شو ما كان حركها رجع الدرهم كامل مرة ثانية ابهرتني الخدعة طلعت الفريج يمعت لي معل عشرين درهم قلت لي منو ما يبا درهم اللي عنده ملتوية يمكن مو نظيفة رحت لها قلت له جدي هذا عشرين درهم حول لي اياها درهم عادية عشان اشتري فيها دراجة هوائية ماني عارف ان الدراجة الهوائية ما تقدر تشتري فيها بعشرين درهم وماني بعارف ان هل هذه هي خدعة او شو ما تسمى بعدها بكم من سنة ابوي على هاكل وقت كان عنده على جيلنا واللي شاهدونا مال جيلنا كان في هي هي جيل الجديد كان يبيع ويأجروا افلام الفي اتش اس والبيتاميكس ما في سيديات ما في اونلاين كان في في اتش اس وبيتاميكسس فابوي كان يأجر ويبيعها الاشياء في المحل عنده فكانت تجيله الماستر تيبس من امريكا من الاشياء اللي كانت تجيله كانت الفي اتش اس والبيتاميكسس او الاشرطة لديفيد كوبرفيلد فكان يعطيني يقول انا عرفك تحبها السؤالي في الطالع فكنت اشوف وكنت انبهر بديفيد كوبرفيلد ومنها عملت حركة اخفائي لبرج خليفة نوعا ما بحبي لديفيد كوبرفيلد اللي هو اخفز تاتشوف ليبرتي فتداولناها ضخمنا في المجال لما قلت باطلة اعلامية والحمد لله لليوم انا متواجد مع الاستاذة في البرنامج معكم طبعا لي الشرف طيب طبعا انت معروف كمان يعني زي ما حضرنا انه لك عروض كثيرة وبتسوي اشياء يعني شوية بتخلي الواحد ما يقدر حتى يكشفها صحيح عشان كده ممكن الناس احيانا تقولك لا يعني مستحيل اذا عكلي ما استوعبها معنات انه هي فيها بسم الله الرحبان الرحيم فيها مثل ما شوفوها الناس صحيح طيب خليني اسألك بس في نفس الوقت عندك جانب تحب انك انت تعلم الناس احيانا صحيح حنعلمهم اخر شيء نعلمكم اخر شيء اذا كنت رك مع بعض خلينا نسوي كم شيء مع بعض هي حبي لتعليم الناس دائما كان موجود لان انا تعلمت على بال الناس ان انت ممكن خلقت بالموهبة هذه وخلقت بالهبة هذه ولكن ما كانت هاي هي فن علم ممكن اي واحد منكم يا مشاهدين او اي واحد حابب يتعلمها عشان ينفذها خلينا نسوي حركة مع الاستاذ رؤى استاذ رؤى عن امر افلاح عندنا فني وفى الظرف موجود عندك افلام كلاسيكية عندك سلم انظر هذا احمد انظر سلام انظر مهم أنظر عندك ترمنيتر عندك تايتانيك اختار إليك وحدة منهم وغير يبالك كم من مرة لما ترسيلك على وحدة من الثلاثة دف هل تقash apparent امم know ترسي revealing الفاتhero من هذا الرؤى اختارت فيلم طلعناها من الظرف هذا اللي كان موجود يدامج من الأول الظرف من البداية كان مكتوب عليها جملة والجملة تقول يو والبيك تايتانيك وانت اخترتها عشوائيا وانا اعطتش الفرصة تغيري رائع ينفع نوقف تصوير بس عشان افهم اشلس لو حابين تتعلموا ممكن تكتبونا كومنت هاي الحركة وبنعلمكم اياها كل حركة نسويها بنختار واحدة من اللي انتو تختارون وبنعلمها لكم فهي واحدة من الحركات الجدا جميلة في قرائة التفكير هذه قرائة التفكير نوعا او انت عندك شجرة العاب الخفة فيها انواع مختلفة من العاب اللي ممكن تتعلمها في عندك الكوتشينة اللي انا ما سوي منها كثير في عندك العروض الاستيجيية اللي تتويها على الاستيج في عندك عروض قرائة التفكير اللي انا متخصص بها اكثر في عندك العروض الخطرة في عندك العروض اللي هي الحرام حق عياد الميلاد فأنا متخصص أكثر بالأشياء الخطرة ومتخصص بالأشياء التي هي في قرات التفكير فشفتوا نمونة من القرات التفكير تبونوا تشوفون شيء من الأشياء الخطرة أستاذ هروا يعني أنا عندي حب المجازفة بس يعني تجازف معنا ولا ما تجازف لحظة إذا فيها ممات تراني عندي بنت إذا كانت طبيعية فرأة ما عندي مشكلة ما رحكم هنا مجموعة مسامير المسامير مجموعة مسامير اللي أباتش تختارين واحدة من المسامير اللي أنت حابتنها واحدة عايبتنك اختاري واحدة منها المسامير ثقيلة اللي اللي بتحبي هاي المسمار تعطيني إياها شكرا المسمار هذا أصلي والله هو ثقيل أصلي والمسمار هذا مثل ما أنت يا مشاهدين بتشوفون أنه وما أنه يدخل أو يطلع أصلي جدا بس أنصح الصغار لو في حد من الصغار قاعد طالعنا أنه ما يجرب هالشيء في البيت أصلي جدا نحطي صبعك عليه بسم الله نتكمل المقابلة هيك ولا نتخلص منها أحسن عشانكم مرتاحة المشكلة لازم أطالح عشان أراقب المطال هذا هو إهداء مني لك لا لا أتقلص بشكل أنت حتبص بشكل بالعافية عليك بس أستنى من أنت أوكي أم فائل شور أخبارك ليهو؟ مبزينة وضعه واو نحن نبقى نقول للمشاهدين المفاجئة بس لحظة نحن 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 نجربها لا في البيت لا كبير ولا صغير أنا قلت لكم أن الصغارية لا تجربون الكبير أنت تجربا أنت تروحك عاقل ولكن 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 دعونا نخبرهم كل ما قاعدين تشوفونها اليوم من الحركات التي نقدم لكم إياها في خطة مع فريق الأمل المتواجد حاليا أن تكون لنا حلقات أسبوعية نعلمكم أخطر أعجب أحسن ألعاب الخفة اللي موجودة في العالم فأنت يا مشاهدين بتشوفون وبتتعلمون كل الألعاب اللي أنتوا خاطركم فيها من قرات التفكير من كوتشينة من الخطرة من شو ما كانت حتى عروض الستيج وممكن أنتوا تروحوا وتعملوها لأصحابكم تعملوها للناس اللي عندكم في الفريق ناس تعرفوهم حق أهاليكم تبهروا الناس فيها نحن لا نتفع بس أن نعلمكم ولكن مثل ما شايفين يدامكم في عنا براجس في عنا هدايا اللي حيتعلم ويروح يعملها حق أصحابه يبعث لنا الفيديوهات يصور فيديو صحيح ويبعث لنا والاستاذة الرؤى هي اللي بتختار الفائزين الفيديوهات اللي أنت أبهرتوا فيها أصحابكم بعد ما علمناكم الخدع الخدع اللي علمناكم إياها وهي اللي بتختار الجراند برايس بيكون الماجيك بوكس اللي هي اللي متواجد في السوق بتكون في كورس لكم نحن نبعث لكم إياها بعد ما هي إن شاء الله تختار وفي كورس الناس اللي مشاركين معنا كمان حيحصلوا الهدايا اللي أصبع هدايا صحيح فإن شاء الله هل الحلقات اللي هي تتعلمون وإن شاء الله نبدأ نعلم الناس من اليوم هااااااااااااااااااااااااااااا آهلا كمان واضح معكم yeah أستاذة رؤى يدامج هنا أنا عندي ظرف ظرف مثل ما المشاهدين قاعد يشوفوا اللي أباتت تسوين أباتت تاخذين البيزنس كارت عادي وتاخذين القلم وترسمين رسمة مبسطة على البيزنس كارت من غير ما أنا أشوف أو المشاهدين يشوفوا بعد ما تخلصين خبريني أنا ما حشوف هشوف هني أنت أرسمي الرسمة خبيها عندك ويوم تخلصي بس خبريني أحس الأرض انهز من تحت خير في عفاريد في أشياء موجودة معانا حالية رسم الله الرحمن الرحيم خلصت الرسمة خلص أسس ما أشوفها أستنى إذا أصبتها ورحة الكاميرا أتبغت رحة الكاميرا رحة الكاميرا لا يوجد أي طريقة أشوف صح؟ أي حسنا حسنا فايس لاون حطيها في الظرف اللي أباتي تسوين أباتي تفتحين إيدك ولا تحطينه هنا حطي إيدك على الكرت بسهل الله يس أستنى سأقفلها هل في أي طريقة أنا ممكن أعرف شو كانت الرسمة ألا مفروض لا المفروض لا إلا لو في أحد موجود معاه والله أنا قرأت آية الكرسي وحصنت نفسي كيف سأقفلها؟ كيف سأقفلها؟ رؤى ما أعتقد أني بقدر رسم مثلها ولكن ركزي معي هل في أي طريقة أنا ممكن أعرف نا لا صح؟ هل في ركزي في الكاركتر اللي رسمتي انت رسمتي كاركتر ما رسمتي رسمة بسطة ولكن كانت شوية ممكن تميل لكاركتر صح؟ ممكن تميل لكاركتر هل في أي طريقة أو ميولة ممكن تكون ميكي ماوس فارا يس يس لو خذنا الظرف طلعت الرسمة يا لحوي ماوس حسيت بها مثل ميكي فممكن تكون ميكي ماوس شام علي هذي توز ماوس لا لا هذي تعلمني هي بعد التصوير بعد التصوير علمو حكم صح؟ بخلت عليكم غير ما حأعلمها في البرنامج أعليه بعد التصوير أنا أبغى تعلمها هذي؟ بعدين أقول لك يلا بيني وبيني وبينك واو يعني أنت قرأت أفكاري ولا شو تسويت؟ إحنا مثل ما ذكرنا إيه؟ في الحلقات الجاية كل الحركات هاي هنعلمكم إياها وحنخبركم كيف تسوونها وكيف تبهرون الناس عليها أستاذة رؤى هذا أباتش هل في أي طريقة إحنا على كل الحركات اللي قاعد نسويها هل إحنا متفقين من القبل؟ اللي هو لكي تحضير مسبق ما في أي تحضير مسبق ولا شيء اللي أبغى تسوين زي ما قلت أعرفك من سنين لكن كل مرة أشوف أشياء جديدة وهي حركة واحدة اللي نفسي أتعلمها مظبوط مظبوط لنقول لها بردو بعد اللي أبغى تسوين معاي استاذة رؤى ورؤوا لصديقة تصح من أيام الطفولة أيام كان عمره ست سنوات صديقتش كان اسمها كم؟ ست تقريبا ست سنوات يس كانت الصديقة الوحيدة اللي عندك هاكل الوقت أعتقد يه؟ تعرفي في الكوتشينا صح تخيلوا معايا المشاهدين مستاذة رؤى انفيزبل ديكوف كارت الديكوف كارت فيها كروت سود وفيها حمر فباش تخيلين انك قاعد تتاخذين لون من اللون البرا أي لون بتاخذين قولي أقول هي قولي الأحمر الأحمر عندك دايمونس وعندك هارت فباش تخيلين انه عندك الدايمونس ورهارس في إيدك وواحدة من هادي تو سود ترميهم في السماء which one do you throw it in the air هارت الهارت عندك بيرفكتلي نايند أب الأرقام وعندك الصور أخذتي واحدة من المجموعتين يالأرقام يالصور من الهارت ورميتي واحدة منهم على الطاولة دي ما سكتنهم رميتيهم على الطاولة which one of the two groups will you throw it in the table اي شو 7 لا لا الأرقام عندك وعندك صور فعندك الأرقام والصور اخترت واحدة من المجموعتين ورميتيهم على الطاولة ببعني قلت رح أغير مالش اي فهل هو الصور أو الأرقام أرقام فأنتي ماسك الصور ماسكهم رميتي ماسك الصور الصور عندك الجاك والكوين والهارت اللي هو كينج يriebenه قضر الخبيق؟ طيب ش securing 하나ة من المجموعتين ومنهم قضر الخبيق؟ فالى شخص س signatures جاك كوين كينغ هارت اثنين منهم خليهم اثنين واحدة منهم فايسة كوين كوين از كوين از داون كوين اف هارت هي الفايس داون كارت اللي انت اخترتها من اثنين وخمسين كارت موجود في داك اف كارت كوين اف هارت هل في اي طريقة انا كنت قاية اللي اختاري كوين اف هارت انت اخترتها روحك كوين اف هارت هو لانك انت كوين بس من البداية لو نشوف الكاميرا على الكارت هذا اللي يدامكم هي كوين واختارت الهارت انا ما قلت لك اختاري كوين اف هارت ممكن بس تشوفين البطاقة هاي وتشوفينها وتجربينها فيس ام ايش 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 يا جماعة واقف وتصوير متفاهم او او خلاص انا خايفة تكون بتشوف او 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 ومثل ما قلنا هاي بتكون يوم بتتعلمونها وتسوون حق اصحابكم وتبعثونا الفيديوهات حتكون لكم جوايز من وين ما كنتوا من مشرق الارض او من مغربها او 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 يا دعس او او سنعلمهم شغلة معينة سنعلمهم؟ دعنا نعلمهم الصور للأفلام صح؟ حلو فعلا يعني هاي من الأشياء اللي أنا لو رجعنا لأول مقابلة تلفزيونية كانت مع قناة محلية أول حركة سويتها على القناة كانت الحركة هذه دعنا نعلمكم دعنا نشوف كيف عملنا الحركة هذه لو الكاميرا تقدر تاخذ الحركة من بدايتها اللي شفتوه معانا انتو أعزائي المشاهدين كانت ان الظرف هذا فيه مسكر هذا ممكن مو بس تعملوها مع الأفلام ممكن تجيبوا ثلاثة أوراق صغيرة وتجيبوا ظرف وتكتبوا عليها كلام ممكن تقول طلعها مثلا تكون ثلاث أسامي أحمد محمد علي وتقول اختار وانت تكون مخمن من قبل أو عارف شو اللي بيختارونها فلو الحركة نرجع نعملها عساس نعلمهم إياها يوم فتحت الظرف طلعت ثلاث صور لثلاث أفلام مختلفة كانت The Godfather كانت تايتانيك وكانت The Terminator صح؟ نعم وحطيت الظرف هنا بالمقلوب عشان ما رويها شو اللي مكتوب على الطرف الثاني الاستاذة شو عملتك قلتك اختاري واحدة من الثلاث أفلام عشوائيا اوكي؟ انت اخترتي لت واحدة من ثلاث أفلام مو بالشرط مثل ما قلنا ممكن يكونوا هالأفلام ممكن تكون أي معلومات ثانية أي ثلاث أوراق مختلفة فأنت قلت تايتانيك أول ما قالت تايتانيك تايتانيك وين كان مكتوب؟ ورا الظرف فخدت الظرف قلت لها شوفي شو مكتوب تايتانيك تايتانيك صح؟ اوكي فرضا انت اخترتي كنتي مع انت قلتش غيري بالش كم مرة لان انا واثق على كل مرة انت هتقولي الاسم انا هكون لي حل موجود اوكي فرضا اخترتي واحدة ثانية شو اخترتك خلينا نقول اوكي اوكي صح فرضا انه لم تكن تايتانيك قالت تايتانيك هل انا كنت حضيع وكنت حتخربت وكنت حما عارف؟ لا لازم كونك لاعب خفة تكون عندك الحل البديل في حال ما انك ما صرتها من اول مرة او ان ما صابت معاك فلو ما كانت قالت تايتانيك انا ما كنت حروح اقول تعالي شوفي الظرف مكتوب عليه تايتانيك لا انه كنت اخترتي اوكي كنت اقولك انه انت اخترتي تايتانيك صح؟ اوكي انت ما اخترت تايتانيك انت ما اخترت ترميناتر فالظرف عندي اسمعيني ها؟ اوه؟ لو اخترت تايتانيك كنت حقولك في الظرف عندي عندي بعض صورة دائماً الرجال عندهم حلول دائماً كل أمورها حيطية فكنت أقول لها في الظرف عندي عندي بعض صورة مختلفة ثانية أنا ما طلعتها من الأول ما حراويها هني لأنا تيتانك فضيحة حراويها اللي هو شوي The God Father فأقول لها من البداية كانت عندي بعض صورة زيادة موجودة في الظرف وما حراويها طرف الظرف الثاني اللي هو كمان The God Father بوم صح؟ أصبتها كمان لو أن The God Father The God Father كمان ولكن شو عنده كان ترمنيتر أنا حتشوف كانت بالجلب موجودة لأنه أبيض على أبيض فما يبين حتى لو طلعت الصور الثلاثة الرابعة ما تبين لأنه حاطيها بالجلب ومن وراء هاي أبيض ففي عندك احنا نسميها في الماجيك بلاك آرت اللون على اللون ما يبين فعرفنا تيتانك مكتوب وين؟ في الظرف؟ خلف الظرف من وراء من ظهر الظرف اللي عندنا جوت فاذر فينه؟ جو الظرف في بديله، في واحدة مشابهة له جو الظرف شو لو كنتي قائلة ترمنيتر صح؟ لو كنتي قائلة ترمنيتر كنت هقول لش غيري لبالج كم من مرة وانا عرف واثغة انه كل مرة انا حصيب ما في اي طريقة انا يعني ما حارف لو كنت قائل لش قولي اختاري فيلم وكنت هتختاري ترمنيتر كنت هقول لش انتي ما اختارتي The Godfather انتي ما اختارتي The Titanic انتي اختارتي اختارتي ترمنيتر اللي موجود عليها تيك منوارا وثانكي بيري ماتش هذه القدعة يا الله علمناكم عليها اتعلموها عملوا عليها فيديو القنوات اللي قاعدت شوفونا عليها ابعثوها للأستاذة اسمك ايش اليوم؟ اليوم اسمي رؤا بكرة الله عهلا فالأستاذة رؤا ابعثوا لها فيديو سوا شي مثيد لها مو لازم ثلاثة افلام ممكن ثلاثة اسامي بس طريقة نفس الشاي لو مثلا خنقول محمد أحمد عبدالله أمحمد مكتوب ورا أحمد يكون اسم أحمد كمان مكتوب جوة الظرف وعبدالله عامل عليها تيك عامل عليها تيك وهي الأكس الثانين فمش بشرط أنه لازم يكون ثلاث صور لثلاثة أفلام السبب اللي أعمله ثلاث صور لثلاثة أفلام عساس نرجع الناس لذكرياتهم مع الأفلام ولكن ممكن تعملوها مع أي حال ثاني لو حابين الجوائز ممكن أن تشاركون معنا تبعثونا الفيديوهات على القنوات اللي قاعدة تشوفون منها وحنا حنبعث لكم هالجوائز لكم أنتو لعند باب بيتكم عشان تتعلموا ألعاب خفة أكثر وانتظرووا إيانا كل حلقة عادنا تعليم أكثر وجوائز أكثر ليكم والله يعني على قد ما كنت بقولوا أنه إيش هذا كيف عرف أنك شفت أنه يعني الفكرة في سرعة اليد أنك أنت كيف ما تخليني أطالع أو أني أنتبه يعني هذه اللي سموها ألعاب خفة مظبوط يعني نجاسة بقرأ الكومنتات سحر لا مو سحر سحر يقرأ أفكار فلا يعني هي الفكرة أنه كيف الواحد يقدر يشد الانتباه لشغله ويشتت الانتباه من ناحية ثانية رابع عليك الله أخير رابع عليك أنتو هتقدروا تعملوا كل ألعاب الخفة اللي قاعدين نعلمها أنتو كمان تبهروا فيها الناس وتسوونها أحلى من هالبرنامج ما بتحصرونها ترى لا على الإنترنت ولا على القنوات أنا قاعد أخبركم ويقدروا يستفيدوا منها أكيد قبل الهواء كنت بتقولي أقدر أطلع لك رقم أو أعطيكي أرقام شوفي الشباب والبنات اللي معانا لو حابين هل أنتو تكتبونا كومنتات وتتخبرونا أنا كنت أتكلم مع الأستاذة شو اسمك كاميرا دي؟ رؤى كنت أقول لها أن أنا حابب أعلم المشاهدين كيف بطريقة سلسة جدا بألعاب الخفة يحصلوا أرقام تليفونات الناس اللي معجبين فيهم يعني أولنا بيحبوا أن يكون أرقامهم عندهم فهاي حتكون في وحدة من الحلقات اللي هي نعلمكم كيف بدل ما أنت منحرج تروح عند المزة وتقول لها أعطيني رقم تليفونك إن زين تقول لا تجيبها بطريقة مختلفة بألعاب الخفة تكون حلوة وحتى لو أنه مثلا تبقى تأخذ رقم ربيع تعمل لعبة خفة مو أنه الفكرة لازم تكون في التعارف يعني بس أنه ممكن تكون أنه تبقى تسويها بطريقة أنه تطلع أرقام صحيح رقم تليفونك رقم تليفونهم تأخذ تتبادل الأرقام من غير ما أنه تستحي تقوله فهم عليها فلو حابين تتعلمونها هذه أنت لازم تخبروننا رؤى صحيح رؤى تتكلموا معها هي إن شاء الله لو حابين الفكرة الحلقات الجاية أكيد بنعلمكم إياها وكل اللي شفتوا اليوم كله حتتعلموا بالحلقات الياية وحدة وراء الثانية كل حلقة حركة حركتين بنعلمكم إياها بس اكتفاعلوا معنا عشان نتفاعل معكم والله يعني لسه بس خلينا أختم وحرجع لك طبعا بنسبة لطريقة المشاركة أنا راح أحط إيميلي في نفس الكومنت تحت الفيديو إذا كنتوا حابين أنكم ترسلوا فيديوهاتكم عليها أو إذا كنتوا حابين ترسلوا فيديوهاتكم دايريكت على نفس الموقع شباب ورائد طبعا أنا كده أكون وصلت لنهاية حلقتي ولي إحساب معك رحيم بعض الهوى ونشوفكم الأسبوع الجاي في خدعة جديدة مع معين بستكي شكرا للمعرفة سأنتم شكرا للمشاهدة